في الحقيقة نصب توظيف الأموال أو المستريح أو سميه كما تشاء يعني بيقدر إزاي بيقدر يقنع ضحاياه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده علشان ياخد فيلسومه يعني هل هو بالفعل هو شخصية مبهرة شخصية زكية إزاي بيقدر ينصب شباكه على كل الضحايا وياخد منهم هذه الأموال وللأسف الشديد بنشوف ناس مسؤولين ومتعلمين وعلى قدر كبير من الوعي ليه وإحنا بنرى أخبار القبض على هؤلاء النصبين بنكتشف إننا قدام أشخاص عندهم براعة وعندهم قدرة غير عادية على الإقناع في الحقيقة فيها أسئلة كتيرة جدا عن الجانب النفسي لنصاب توظيف الأموال وأيضا عن الجانب النفسي للضحية حنحللها بشكل تفصيلي مع الدكتور وليد هندي استشارة طب النفسي اللي بنوره النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور وليد صباح الخير عليكم على كل المشاهدين صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك بيعمل إيه النصاب إزاي بيبقى شخصية مبهرة إزاي بيقدر يقنع ناس ليهم قدرة من التعليم أنا للأسف يعني أنا عندي ضحايا هنا وضحايا هنا ناس جهلاء وناس متعلمين وإزاي بيخليهم هم اللي يقولوا مش هو اللي يسوأ لنفسه وآخر واحد بيسوأ صحيح عشان كده هو مش بيقنع ضحايا هي والضحية مقتنعة من قبل ما تروح له بمعنى دايما فيه دوافع نفسية بين النصاب وبين المنصوب عليه دوافع مشتركة يعني الاتنين عندهم جزء من السيكولوجية الواحدة فيه تواحد بين الاتنين البناء النفسي للنصاب مطابق في حاجات كثير جدا البناء النفسي لمنصوب عليه عشان كده هوت ما فيش جريمة نصاب غير ما يكون فيه واحد طماع يعني الطماع هو اللي بيروح له خد بال حضرتك مغراتيس بالضبط النصاب مش بينها اضحايا النصاب بيعمل عمل مسرحي بيعمل الشو وبالتالي الناس هي اللي بتجيله ما بيبزلش مجهود عشان كده حتى حضرتك ذكرت اسم المستريح المستريح دوت ده كان واحد لقبه المستريح من ساعتها اي نصاب واي حد بيعمل توظيف اموال الفين وخمستاشر كان بيقولوا عليه مستريح لا وفي حقيقة الامر مستريح بجد ده مستريح خالص مش عشان اسمه عشان هو مستريح هو ما بيعملش حاجة ما بيبزلش مجهود الناس هي اللي بتروح له اللي اتنين بيكون عندهم دوافع مشتركة بمعنى ده طماع وده طماع يعني النصاب طماع واللي بيتنصب عليه برضو طماع بدليل ان اللي بيتنصب عليه مش شايف ان الفلوس اللي هي الجنيه ما يجيبش عشرة طماع اه طماع ولما تسأله طب انت عطيته الفلوس ديه طب بيتاجر في ايه يقول لك انا قلت بتاجر في القصار ولا المخدرات عشان كده بتجيب فلوس كتير يقول لك بنوك حرام النحي التاني ويقول لك من ياما التاني البنوك حرام يعني حلال انك بتديله وانت عارف انه بتاجر في المخدرات او بتقنع نفسك انه بتاجر في المخدرات او القصار او الممنوعات وحلال تدهمله وحرام تديه في البنوك انه بيقنع نفسه هو الطمع اللي عنده خلاه بغيبوبة حسية بيحجب احكام العقل مش شايف غير انه يحقق مقاربه الخاصة او يسد احتياجاته واحيانا كمان داي داكتور ما بيبقاش فقر حقيقي لانه في ناس ما بتبقاش فقيرة بالمعنى اللي احنا عارفينه وبتبقى على قدر كبير من انه هي مرتاحة مادين لكن عايزة تتكسب اكتر فبتلجأ للنصابين دول بالزبط وفي ناس كتير جدا بانمط الحياة الاستهلاكية واخدهم عندهمش يرضى عن الزات هو لو هو راضي بما يملك من اموال وبما يملك ان هو يحصل بها على دخل امن له بصورة امنة وراضي بدوت دا مش هيقع ضحية النصاب ولكن هو بيبقى عنده نمط الحياة الاستهلاكية واخده عاوز يغير الموبايل عاوز يغير العربية عاوز يجيب شليف السحل الشمالي عاوز يسافر برا والسوشال ميديا بتعمل اغراءات كتير اوه في القرية دي فبتخليه سهل جدا ان يروح يدي النصاب عشان خاطر يمنوع اعتقد انه حيجيله دخل ما يكبر له حياته مش فلوسه يوسع له حياته الاجتماعية ويخليه في عايش مستوى من الرفاهية فالتنين بيبقوا الاتنين طمعين دا نمرة واحد الاتنين عندهم حب التملك ولكن بقى بيفرق ان المنصوب عليه كسول شوية عن النصاب مش عاوز يبزل مجهود فبيديوله فلوس يشغلها له اما النصاب دا دا بيعمل مجهود وبيفكر وبيخطط وبيعمل حوالين منه عشرة مستريحين بمعنى ايه ان هو بيبدأ بنواة صغيرة النواة دي يديلها الفلوس مضعفة فيبتدوا هما يسوي بقوله من غير ما يطلب التسويق فيخلي مثلا حضرتك انا جالي مثلا المستريح دوت فراحت بالفلوس العطهالي ابتدى بيعدها بمراطي وخش على اخواتها اللي مستفرين برة طبعا بقى اه طبعا وبيه حتة الارض اللي انا ورسها يعني حقيقة هنا تقصد للدكتور ان هو بيبتدوا بناس معينة بيكسبهم بالفعل فالناس دي بتكون هما اللي بيعملوا له دعاية دول اللي بيعملوا الدعاية دول اللي بيعملوا بروباجندة دول اللي بيسوقوا ويعودوا بقى يتكلموا بقى عن مقاثره وتدينه وطيبة قلبه ودايما بيصلي الوقت بوقته وحاج بيطلبه من هو صغير ان هو عنده سبع سنين ومعلق صورته جنب الكعبة يعني يبتدوا هما يسوقوله بحيث يدوا طمقنينة للناس فالناس بيجي تطلع الفلوس وبعدين دايما النصاب اي نصاب في البيئة الشرقية بيلتحف بالدين اي ان كان شكل الدين يعني انا زمان عملت بحث عن شركات توظيف الاموال لقيت علاقة بين طول اللحية والتسعز بيبت الصلاة على الجبهة وبين الفلوس اللي بيحصلوا عليها يعني كل ما طاولت اللحية وكان وش كده منور ومفنجل وجميل كل ما الناس اطمأن قلبها تعطي له فلوس اكتر كمان ده بالواقع الدراسات كنا طالبها وقتان حبنعمل البحث دوت ولذلك فلانا فيه شركة واخده فلوس سيمة قوي وشركة اقل شوية نتيجة ايه تسبت المنصوب عليه بقوة الايمان والدافع اللي بتقولك ده راجل طيب وراجل صالح نصب باسم الدين ودجل باسم الدين ويمكن لانه فبيتجر باسم الدين احنا شعب بيميل انه بيتطمن اكتر لما بيشوف يعني بيحس بانه فيه حاجة دين في الموضوع فيه كلام ديني في الموضوع فبيتطمن فبيدخل في الموضوع وبعدين تسأليه انت ليه ما حطتش في البنك يقولك البنك ربا ده بيديني وانا ما بشتغلش طب يا سيدي حطها في شركة المشاعات الصغيرة المتوسط طب ما هو اللي بيوظف الأمور انه برضو بيديك انتا ما بتشتغلش ما هو نفس القياس يعني ده بيديك انتا ما بتشتغلش وده بيديك انتا ما بتشتغلش طب ايهم اأمن اللي انا قدي البنك عنده دراسات جدوى اقتصادية وعنده ناس بتراقب الحسابات وعنده رقاب على بوله طب تفسيرك ايه ده دكتور تفسيرك النفسي انه انا كبني ادم بستسهل انه اروح لل انا مش عارف بقى لسه انه نصاب اروح للمستريح اللي الناس بتروح له ده وكسبوا منه فلوس اكتر وما روحتش للبنك وما عملتش مجهود ما روحتش سألت على القرض ده احيان الناس ما بيبقاش معها اصلا الفلوس اللي بتروح تديها للنصاب ده لو بيقتردوا من البنك ويروحوا يدولوا الفلوس علشان يتاجروا معاه الطمع الرغبة في الحصول على الطرق السريع المكسب من غير مجهود دي كلها امور بتخليه يجري ويسيب البنك بعض الناس بيبقى عندها روح المغامرة يعني انا اعرف ان اللي قدام مني ده ممكن يتنصب عليه لما مسلا انا بقى داخل فصل الشتا كده ورايح البحر اشرب في انجان قهوة الاقي واحد نزل والموج عالي عنده روح المغامرة اللي عنده روح المغامرة ده بالمناسبة البنوك المصرية من البنوك القليلة على مستوى العالم اللي بتضمن للمودع فلوسه يعني فيه دول بره زي رومانيا على سبيل المثال البنك لو فلس متخدش فلوسك مصر لا مصر من ضمن الدول اللي بتفمسك موجودة موجودة ايا كان المتغيرات صحيح ان فيه بنك مركز يعمل لها سقف وعمل لها غطاء يعني هو يبقى شايف ده وبرضه ما يحطش في البنك يبتدي يحط الوار ورغم ان دار الافتاء وضحت الفرق بين الربا وما بين التعاملات البنكية وقالت اكتر من مرة طيب خليني ارجع لنقطة كتقالتها هدير من شوية كنا بنتكلم عليها ان القصة النصب على الناس في قصة البنوك اللي هي الرسالة اللي كانت بتيجي وحسابك البنكي تم وقف وديني الباسورد بتاعت الحساب المصريين فقسوها عرفوها وطلّوا عليها كوميكس ومش عارف ايه وخلاص بقت ايه تا لكن رغم ان المستريح ظاهرة من التمانينات في شركات توظيف الامان وبتطلع للمجتمع كل شوية الا ان المصريين مازالوا بيقعوا في نفس الفجر صحيح هم عندهم شأسق ده سؤال مهم انا مش فهم ليه يعني مش لديه اجابة دكتور هو اشوف هو في حقيقة الامر ظاهرة المستريح هي وقد شكل كبير اليومين دول او من التمانينات ولكن النصب موجود اينما موجود الانسان يعني من قديم الازل انا يعني عجوز شوية كان احنا على ايامنا النصب ده لعبة التلات ورقات فتح عينك تاكل مالبن هات الكتشين وحطوها كده والجين يعمل خمسة مثلا يعني وكانت الناس تفلص ويتضحك عليها ونفس اللي بيفلص ده بالليل تليه واقف بيلعب التلات ورقات تاني وبيتضحك عليه تاني ومعتقد ان الجنيه هيجيب خمسة جنيه وبعدين بتاخد اشكال مختلفة باختلاف العصور والازمنة والمجتمعات يعني كان فيه في وقت ظهر جرام نصب ان يجي يقولك الدين انت ميت جنيه حدهم لك ميت دولار والعكس عشان يكسب بيهم يرش عليهم شوية حاجات كده هو تقولك بيحضر عليهم عطارية وجان ما فيش الكلام ده طبعا وتفوجع ان هو يقولك تفضل وقعد برا وتليه نطم الشباك وهو قافل الباب واخد الفلوس سجارة الناس راحت في المقاتل الالوف وفي ملايين شكل المشكل النظب النظب الالتروني يعني الحد النهاردة ناس بيتنصب عليها من خلال السوشيال ميديا يعني ليه؟ لان الانسان بطبيعته عنده دفع التملك الانسان بطبيعته عاوز يكسب الانسان بطبيعته الفلوس بتسبب له نوع من الامن او بتشبه عنده الحاجة للامن عارف اللي قاعد في بيئة مستقرة فيها حب وفيها حنان وفيها مشاعر وفيها سلوك انسنة وفيها شعور بالرضى وفيها استمتاع باقل مفردات الحياة مش هيقع في الفخ ده وحيبقى سليم اطلاقا تطلع له بقى من التابلت تقول له نص بالكتروني يقول لك لا تبعت له اس ام اس بعت لي كزا واخد كزا يقول لك لا يا عمبة مش عارف ايه هتلاقيه هادي كده هتلاقيه هادي كده على نفس اه عنده تموح اه بيشتغل على نفسه اه بيطور من قلياته ولكن مش طماع يعني شعرة معاوية راضي 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 بكل الرضا او يمكن يدخل كمان بيكون فيه تفكير اه منضابط انه السبيل للكاس بسبيل واضح تعلمنا كلنا في المدارس عارفين ازاي بتعمل مشروع ما طريقة المشروع ده بتكون عاملة ازاي لكن مسألة انه قدي فلوس لواحد انا مش عارف هو بيشتغل فيه ايه اكيد هنا اه مية في المية حتى لو مطلعش نصاب فالمكسب اكيد حتى مش مضمون صحيح وهو دايما عند روح المغامرة يعني حتى بيحجب احكام العقل زي ما حضرتك بتقولي هي اي مقدمات طبيعية بتؤدي النتائج حكمية يعني طبيعي انا شغال في المشروع الجنيه عارف بيكسب كام انما عشان واحد يقولي الجنيه يكسب عشرة طب بتكسب في ايه طب بتشتغل في ايه طب ما تشركني يعني علمني حتى الصنعة كان زمان فيه مثلا يقولك ما تدينيش صنارة استطاد بيها ديني يا ابو سوري ما تدينيش سمكاة كلها ديني صنارة استطاد بيها طب انت علمني الشغلة ايه لا بيعلم كيش هو قاعد عامل هالة حول منه دايما بيعمل اغراءات ايه الحالة النفسية اللي هو بيستخدمها النصاب علشان يوصل يعني للكم ده من الضحايا يعني احنا نتكلم بالنسبة توصل لنصف مليار جنيه هو معظم اللي منصوب عليهم بتبقى شخصيات قابلة للإيحاء فهو دايما يستخدم التضليل والتزيف والنصاب مش بيطلب منك فلوس النصاب بيخليك تطلع الفلوس من جيبك بقرطك وتتمني انه ياخدها تقولي يا رب بس يقبل ان هو ياخدها ليه؟ لان انت بتشوفيه مبهر شخصية مبهرة بيصرف ببزخ بيعمل لله كتير ليه حظو اجتماعية فتتمني تخشي في كنفه تقولي بس يعني يبقى عشرة في المية منه بس يبقى حلم حياتك انك تبقى عشرة في المية من الشخصية دي فبتطلع اللي في جيبك بقرطك ما بتطلبش منك حاجة ده الفرق منه من الحرامي على فترة ايوا بس يعني ظاهرة مصطفى البنكة مثلا في اسوان الناس كلها كتعارفة انه نصاب وعارفة انه مسجل وليه سوابق ورغم كده نجح انه هو يقنع اهلين الطيبين في اسوان انه هو بيش عارف بياخد البهايم يعمل ايه وبيتجر مش عارف في ايه وبيعمل ايه والناس قالت لك لا هو مش بهايم هو عنده مخدرات واثار وقف برحة حضرتك يعني هو برضو موضوع غريب يا الاغراء بص قد برحة لك الاغراء الغواية بيستخدم الغواية احنا قلنا بيستخدم الدين مع ان مصطفى البنكة مكانش متدين ولكن كان موديل السنة يعني السبحة الكبيرة والختم كده اللي فيه فص شكله احنا ما عرفش مين يعني هو ايه موديل العشرين اتنين وعشرين تدين بتاعه وكان واخد شكل تطوري شوية فده برضو ابتدأ ينصب على الناس اتعامل معهم بالمفردات بتاعت البيئة انا بدي بهايم حاجات في الزرع حاجات في الضرع يعني ابتدأ يتكلم بالمفردات البيئة ما اتكلمش لغة مختلفة فبالتالي قدر يحصل منهم على مكتسبات اخد رموز عائلات فرموز العائلات دي كتعاملة ثقة في المحطين لما يبقى الكبير هو اللي راح هو بياخد رأس الهرم اه بالزبط كده هو فاللي حوالين منه الجوع اللي حوالين منه بتروح بكل سهولة بكل يوصل علما بقى ان دايما مصطفى البنكة او غير او اي نصاب ببقى سايكوباتي يعني عنده اجرام اجتماعي منعدم الضمير بيبقى شايف احتياجاتك ايه وبيسوق عليها يعني انت عاوز تتجوز يبتدي يغريك اللي انت ممكن في شهرين يجيب لك شقة واحد تاني عاوز يجيب عربية يبتدي يغريك اللي انت في طرق حجور فياجات الناس رغم انه عارف يبقى زاكي يعني اكيد هو مدرك انه الناس اللي اديتك كل اللي حلتهم دول ايوه ممكن حياتهم تروح بعد ما فلوسهم تروح ايوه ايوه منعدم الضمير يعني حتى ما بيضعفش قدام دموع الناس او الامها طب معلش يا دكتور انا عايزة سأل حليك سؤال احنا بنتعلمش ليه يعني احنا بنشوف ده بيتكرر بوتيرة مش يعني بيتكرر باختلاف مستوياتنا الثقافية والنصاب حسب الليفل التعليمي والثقافي بتاعك بيعرف يدخلك ازاي لانو شخصية زكية جدا وعندها قدرة على اختراق الآخر طول ما احنا طمعين بصي حضرتك طول ما فيه طماع فيه نصاب النصاب مش بيجي الاول الطماع هو اللي بتواجد فبيفرض وجود نصاب الانسان المفروض يبقى قانع الانسان يبقى عنده رضا عن النفس الانسان يبقى منظم الانسان يعرف ان تحقيي الاهداف بالتعب وبالكفاح وبالصبر والمثابرة والاجتهاد ما فيهش يعني السمالة التي تنتر زهبا ولا فضة ما فيهش حد صاح منهم بقى مليونير فدي حتة مهمة لازم الناس تعرفها لازم تحط فلوسك في حتة فيها امان ده البنوك عمل اتشهادة 18% يعني احسن من اي مشروع فيه اي مخاطرة ما تحط في البنك يخط 18% يعني انا ما عندش بنك يعني مش بقول كله عشان انا لاكسب انا بنقول للناس عشان الناس هلا تستفيد وسيلة اامنة معاق امن اه طبعا معاق امن بالنسبة لك يعني النصاب دايما حضرتك بوان زي ما قلت لك ما بيبزلش مجهود احنا اللي من جوانا احنا اللي رايحله للأسف الشديد بنروح لواحد منعد من ضمير مفتقد البصيرة اهم حاجة يحصل على مكتسباته الزاتية لما تشوف الهيستري والتاريخ بتاعه تلاقيه تاريخ مضطرب يعني حضرتك اشرت ان مصطفى البنك ده مسجل واتقبض عليه والناس عارف اي نصاب تاريخه مضطرب هتلاقيه كان بيسقط في المدرسة كان بيغش كان من هو صغير بيسرق القلم الرصاص والسندويتش والبراية من زميله يعني تاريخه مضطرب خاطب تلات اربع مرات متجوز مرتين تنقل في اكتر من عمل يعني الهيستري بتاعه بيقول مضطرب يعني من خلال الدراسات النفسية لأكيد حضرتك مطالعة على الكثير منها النصابين الهيستري بتاعهم بيقول ان هم مرضى نفسيين هو سايكوباتي هو عنده اضطرابة شخصية سايكوباتية اللي هو السنوكة المضاد للمجتمع وبيبقى يحب الانتقام دايما على فكرة بينتقم من المجتمع بينتقم من الناس اللي عايش حياة مستقرة وامنة ومتعلمة وليها وجهة اجتماعية بيستمتع ويتلزز انه بيتحكم فيهم بيبقى شخصية نرجسية عنده حب الذات وما بيبصش لاي حاجة تانية بيتك بقى يتخرب تتطلق ما تتجوز لانا كنت عاوز تجيب شقة حياتك تنهار في ناس بيجي لها بعض اللوسات العقلية في ناس كتير في ضحايا ماتوا وفي ناس بتموت يجي لها ازامات قلبية هو ولا هو هنا هو منعدم الضمير وجدانه ده ما بتهزش والضحية نفسيا ايه الضحية نفسيا لما بتشوف بقى عملية النصب بيقع عليها قرب ما بعد الازمة تصاب بالاكتئاب يبقى شخصية مضطرب في جميع قاراته المترتبة على عملية النصب طبعا والاسوأ بقى ان في ناس بيتنصب عليها ولكن خايفة من التجريس الاجتماعي فيبلغش عن النصب يعني يقول لك عيب الناس تعرف انها تضحك عليها نصب عليها طبعا اه علشان كده هوت انا اجزم من خلال الدراسات اللي احنا عملناها ان في حوالي 20% من اي عملية نصب لا يضلب اقوالهم ما بيروحوش في بلغات للنيابة وفي تلاقي 10% ما زالوا مصدقين في النصاب ويقول لك لا انا مش هروح اعمل فيه محضر ولا بلغ عنه ده تعثر ده مخترم وكويس الظروف هي اللي تكلبت عليه الناس طلبت الفلوس مرة واحدة فما لقاش يدرهم تفسيرك لنفسية الناس دي ايه ازاي هما بيصدقوا ده في شخصيات بتبقى مزوخية عندها متعة في تعذيب الزات في شخصيات عندها عقدة اسمها عقدة استقلم يبني توحد مع الانسان اللي يوناد كله اللي زالهم اه طبعا بس المزوخين دول حاجة تانية يا دكتور اللي هو المزوخين اه هو بقول لحضر لك تبقى حاجة غريبة جدا ويروح يدفع عنه وتلاقيه في المحكام واقف اول واحد وكاينه المحامي بتاعه يا جماعة ما يصحش كده طب استقدوا بالله طب نتفق طب نروح نكلم مراته يعني انا بشوف حاجات غريبة جدا هو منصوب عليه انما يعني كل شواهد الامور المادية والظاهرية بتقولوا انه منصوب عليه ولكن هو وجدان ومش مصدق ده طب خلينا اتكلم على النصابين الاليت التسويق الشبكي والحاجات اللي هي على الانترنت والناس الشيك اللي بتقعد في كافيهات المهندسين الوجه الاخر للمستريحين الشيك صحيح ويعني زي ما كان زمان في الافلام يجيب لك النصاب والحرام لابس فنلا كده مقلمه وحط بتاعه في ايده كده فيها كباسيله اللي يعني هو بقى حرامي وفتوى ونصاب لا دلوقتي بقى فيه نصابين من اصحابك ربطات الشيك اللي فيه لابس التشيرت البراند وحط بيرفيوم معين وعربيته وقفة وبتاخد اشكال مختلفة يعني فيه ناس نصابين بينصب عن طريق الزواج يشوف ولاد العائلات وولاد الناس ويضحك عليها ويبهرها وبعد كده هو تتجوزها ويفتشها يعني ياخدوا اللي وراها واللي قدامها والدراما يمكن صلاته تدعو على نوع نصب تكتير طبعا شكل من الاشكال شكل تاني انه بيخش المجتمعات الراقية اللي هم اصحاب رؤوس الاموال علشان يسببلهم قناعة فيبتود يعملوا مشروع مشترك وهو ما حلتوش حاجة ويوهمهم بعلاقاته وبدراساته الخارجية وبشهاداته الاجنبية وكل ده هو ما عندوش ده موجود ده اه موجود ده في القرى السياحية اللي هي الليفل بتاعها عالي موجود النوعيات دي اه موجود النوعيات دي فيه لابس الشرط الهواء وكده والتشيرت الجميل والنظارة وعمل كريمات والعضرات قد كده ولكن تيجي تكلمه مسك الهواء بقديه حلتوش حاجة انما ده الوسط اللي هو رايحه علشان يختارقه وهو النصب زكي بيبقعد محدد هدفه وعارف حيطلع بايه ودايما يقول لحضرتك ايه مثلا انا هروح الثلاث شهور في المصيا في الفلاني انا عاوز لاتلع بخمستاشر مليون اوعدوا الثلاث شهور واشوف حاطلع بكام ايهم اقرب وازاي يتم اختراق المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه بقى عنده قدر كبير وقدر كافي من التعليم ازاي يتم اختراقه ويتم النصب عليه لو حيط بنتكلم على انه المشكلة هنا بتبقى مشكلة وعي شوية بنسبة كبيرة بص حضرتك الانسان انت لما اخترق من جانب المشاعر ووجدانه نلمس مع حد خلاص بيبقى زاهب العقل يعني قاراته كلها بتبقى غير منطقية جرابي حضرتك كده قدي قرار بعقلانية رشيدة وقارب فيه محب وفيه مشاعر وفيه سلوك انسانة هتلاقي القرار اللي فيه الحب والمشاعر قارب مختل شوية فدايما النصب مش بدخل عليك من اول السطر في المجتمعات الراقية ده بيكون معاك علاقة اجتماعية وبعدين بيعمل حاجة يبقى فيه ارتباط شرطي دايما ما تدوريش يستغني عنه سي مثلا كل يوم لازم يلعب معاك طاولة بالليل كل يوم لازم يقولك نكتة عشان يبقى دمه خفيف كل يوم متعودة منه يحكي لك عن ذكرى من الذكرات الجميلة اللي بتعمل نستولجيا فبقى وجوده اساسي في حياتك لمس في الوجدان لما يلمس في الوجدان يعرف يسبب لك قناعة بغض النظر عن عقلانية اللي بيقوله او لا او يدي لك حتة عجوة زي معاد الامام اللي هي البلح اللي قال عليها عاد الامام في الفيلم اغلى حتة او اغلى كيس بلح اغلى كيس بلح على اي حال الضحية الاساس فيها الطمع الدكتور وليد قال ان الضحية مش هنقول عليها يعني من اصحاب المرض النفسي ولكن ما بقاش عندها نوع من انواع الاطمئنان بتبقى خايفة بتلجأ للمغامرة بيبقى عندها نوع من انواع الطمع هو بيلعب على هذه الغريزة هذا الرجل المبهر الزكي اللي ما بيجبركش على اي حاجة انت بتجيله لوحدك اخر واحد يستخدم التسويق هي الناس اللي بتتكلم عنه ففي دلالات كتيرة جدا في قصة المستريح او نصاب التسويق الشبكي او كل هؤلاء اراها معانا وحللها معانا الدكتور وليد هندي سيشارة طب النفسي اللي نورى النهاردة في السيديو صباح الخير مصر نورتين يا دكتور بنورك وحب بس اكد المسأل المصري اللي بقاله 300 سنة طمعان جي بناله بيت فلا سنجي سكنه فيه ما تطمعش وخلي عندك رضا وخلي عندك قناعة وخلي عندك ثقة في نفسك انك تقدر تعمل كل حاجة بالعمل وبالجدية وبالصبر وبالمصابرة المسأل ايه؟ طمعان جي بناله بيت فلا سنجي سكنه فيه شكرا جزيز يعني المكسب هو جهد وتعب وصهر ليالي ومجهود وشغل كتير بكل تأكيد يعني مش ابدا الطريق السهل لانه مفيش حاجة بتيجي بالسهل كل حاجة بتيجي بالتعب والمجهود لازم نبقى مقتنعين بدا ومفيش حاجة تانية يعني تغرينا ان احنا نروح لسكة بالتأكيد هي مش سكة صح مشكل حضرتك شكرا جزيلا دكتور وعيد هنزي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع من بعد ونكمل الكلام مكملين مع حضراتكم في حلقتنا خاصة جدا عن مسألة النصب وازاي نقدر ان احنا نوعي بعض جميعا بالنصبين والمحتلين في المجتمع وازاي نقدر ان احنا نكون وعيين قدام عمليات النصب اللي بتحصل وما نروحش ابدا لها ونفضل طول الوقت مركزين ان احنا نشتغل ونكسب بعيدا عن عمليات النصب ترجمة نانسي قنقر